نجوة كرم و سيف نبيب في اليوم الثالث من ستارز اون بورد وهيك طلت نجوة كرم على جمهورها في أنطاليا في اليوم الثالث والأخير من ستارز اون بورد لتبدأ حفلها بأغنية خليني شوفك بالليل الشمس الغنية اللبنانية نجوة كرم دي رحل فيك دايما ستارز اون بورد أنا بقول ما بيكمل بلا نجوة كرم الله يخليك نحن منحب نجي لأنه فكرة ستارز اون بورد بالأول كانت مفاجأة الناس بعدين تعودوا على فكرة كيف بتجمع كل الناس كيف بتلم كل الناس العرب ممكن كلنا سواء اخوة تحت سقف واحد فنانين وعالم وجمهور هايدي الشي الفكرة يلي فعلا الفنان اللي بيعتبر انه الفن رسالي ما بيقدر يكون برات هيدا الموض ولها السبب حبت كمان انها توجه رسالة أمل على المسرح وصلت هالغين الأسود لبن هالنور الصغير يلي ربنا وضعه بقلوبنا الوحيد من الوقت اللي يخليه انه يرجع يبحي لعتمي وترجع لبنش الفرح أو الميلادي من أول مجد لا تعود وتولع الأجواء بعدد من أغانيها مثل بدك ترجع تعخب بيك أنا ما فيي يا نبي يا نبي ما بيسمح لك ما فينو وغيرها أنا ما بتيجي احكي احكي موضوع كما وقدمت أغنياتها الجديدة ساحر قلوب اللي طرحتها من بعد أغنية مغروم اثنين ساحر قلوب ومغرومي دايما هولي أغنيتين حبيتهم وحسيتهم شوي فيهم تلويني جديد والملفت كان مشاركة معتصم النهار بإطلالة خاصة صدرت حديث الجمهور وكملت الأجواء الحلوة بهالليلة مع سيف نبيل اللي عم يحرس يقدم استعراض بكل حفلاته واختار سيف نبيل إطلالة عصرية out of the box مثل ما عودنا دايما ورجع لبس سودا بميز هالبلد ونحن حبينا نعرف كيف أنضى سيف وقته بأنتاليا صراحة عندي كم أكتيفتيز بس غالبا بالجيم ووقت البيئة وجيم ما كتير أحب الطلعات بس أنه عندي كم أكتيفتيز وحر على هالكم خبرية في عدد النجوم زملائق كمين عم بيشاركوا بهيدا الإيفانت هيدا السنة مع مين إذا بدك تقضي وقت أكتر من هيك أكتر شخص بركب تحسوا قريب منك؟ ما هو ما فيه أكتر شخص الكل خير وبركة الكل أحبهم الكل أحترامهم أحفنهم تعبانين على نفسهم وإلا ما كانوا وصلوا لها المرحلة هذه وجوا بقدام ناس كبار وعم يعملون حفلات ضخمة فالكل خير وبركة وأنا أقدم لهم كل التحية أما عبدالكريم حمدان فطلع المسرح وأضاف أجواء في الكلورية بأغاني تراثية مميزة عبدالكريم اليوم مشارك بحفلة بعد شوية رح نشوفك على المسرح خبرنا شو محضر إن شاء الله يا رب هيك تكون حفلة حلوة وكتير متحمس وبشكر دائما الساردون بورد وبالأخص يوسف حرب على إتاحتي هاي الفرصة أن يكون هاي السنة معهم يا رب هيك نقدم شي حلوة الناس تحبوه كيف الأجواء شو عم بتحب أكتر شي بهذه التجربة أربعة أيام؟ هلأ هو يمكن أنه بتكون هيك شوية عطبيعتك أكتر أنه الناس بتشوفك كرياليتي مش بس اللهم أنه أنت لأ ورا الكاميرا أو هيك عم بتشوف طبيعتك عم بتشوفك أنت وعم بتعمل أكتفيتيز عم بتشوفك أنتو عم بتجهز حالك للحفلة أنت وعى المسرح يعني حبيت وفي أنت وإتاح ليه وكان يمكن أن تتحبه في سطر ورائع وحبيت وأحدهم يمكن أن تتحبه اشتركوا في القناة